20 بيتا بايت بير دي دا جراندر 2008 يعني نهاردة في 2014 يعني الرقم ده على أقل طاعة كمانا ونصف ايه؟ لحجم الاناليسز للديتا كذلك كي بيت حوالي ستة ونص مليون آآ بيتا بايت خمسين تيرا بايت بير دي آآ آآ زمان انا كنا بنقول والطهي لو كان عندنا ستمية واربعين كيلو بايت انسناف زمان زمان اللي عنده جهاز الرقم بتاعت ستمية واربعين كيلو بايت كان بيبقى بالزبط بالزبط انا حتى لها زكرة كده كنت جبت هاردسك زمان وانا في كلية كده قدقه جبت هاردسك اربعين ميجا بايت ميجا مش بكلم جيجا ولا تيرا بقول اربعين ميجا بايت آآ زميلي قالولي في كلية آآ آآ دكتر محمد آآ شمس ودكتر آآ ويل قالولي ايه مفتري ده هتا تعمل ايه بديد اربعين ميجا دوري يعني هاتلك مسلا سبعة كانتين حدسك كده سبعة صغير سبعة عندك عشرة ميجا كويس اوى عليك الامر بين ميجا مرة واحدة وحجم قدي كده دق وحجم ضخم طبعا انه هاته الوضع ايه الوضع مختلف جدا باقينا بتكلم على بنسبع ارقام يعني تيرا بايت بيتا بايت اجزا بايت سيتا بايت الارقام دي اصبحت آآ فعليا متواجدة ومتواجدة حتى عندنا هنا في مصر بحجم داتا ضخمة جدا يعني عندنا شركات الانتصالات لو كلمنا على مدهور مبنين آآ كل الداتا اللي موجودة دي هاتف شركات الانتصالات حجمها ضخمة جدا الفكرة في الداتا بقى بدأ في تكتورج جديدة يقول لك الداتا القديمة دي احنا عايزين نستفيد بيه مش مش مجرد انا عندي عايز اعرف ان اكسبت ايه خسرت ايه طلعي هساباتي ايه اخر مش راه 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 عايز عارفت لكن لا تعال اديتا القديمة دي بقى تعال انا الله عمينها نقول لديش. لو لاحظتوا كده آآ كل حد ما عمل بينكو موبايل اول ما طالع الموبايل كانت اديقه باتنين جنيه او او بحضو تقلي اتنين جنيه. النهاردة ديها منبعتاشر يرش. مع ذلك المبلغ اللي كنت بتدفعه زمان بتدفع اكتر منه درواز دي. المفترض لما اديقه بتقل توفر لك فلوس. لكن ايه اللي حصل? انت كلمت اكتر. اتكلمت اكتر ليه? لانه اعمل لك عروض اكتر. العروض دي ما جاتش بالهو. العروض دي جات من الانايزة اللي تم على الهيستوري بدادة. الناس بتتكلم انته والساعات بتتكلم فيها انته ومتوسطات وإحصائيات وإحسابات على الهيستوري بدادة. تير بايتس ودادة. عنشان هتطلع في الاخر عرض او لا تستخدم العرض ده خليد تشتري اكتر او تتكلم اكتر او. وظم العروض بالله يا. كل ما طبع. شميج. ما ما جيبش ليه محن يا دكتور. فا آآ عندك مسلا الناس بتاعي مسلا السور ماركت الكبيرة مسلا القادفور او ايه كان. انت بتروح تشتري متطلع على الفاتورة وتسيب الفاتورة دي وتمشي والاخر اللي يلاقيه اخر الرم اه هو بيشوف كسب ايه خزة دي. الهيستوري اللي موجود ده بيتعمل له ويبدأ يطلع منه برضو يقول لك وضاهي انا هعمل عرض دلوقتي مسلا صنف ده مع الصنف ده واشتاعدهم وبعد تاخد تخبيل كازا. مش مانا اختلاق اصناف دي. هو بقى ايه مش كانت بقى او ريبهم بعض كأن انا ايه. يعني زمان كان بيجي واحد كده ايه. بتاع اللي هو السوبر ماركت يقول لك بص انا شاف الناس متشتري مسلا السلسل مع المكونة فيعملهم مع بعض ايه. مع بعض. لكن دلوقتي الموضوع مش كده. الموضوع كمبيوترايز ده موضوع عدي. انا عارف الناس اشتريت ايه بالزبط. مش كده? لو انت حلل الاداتة دي لبعدها قادر ايه الصنف دي لن مع بعض. طبق ده بقى عالبورصة قادر اقول لك بالله اه بسرعة ساهم الاسمانتة هيرزل. اللي اصلي ساهم الاسمانتة برتبط لساهم الحديد. عارفت من ايه برتبط لساهم الحديد. لان من الاناليز بالهيستوري في ديتا. ليه دايما انت ساهم الاسمانتة بيه ايه وينزل مع ساهم الايه? الحديد. بقى الموضوع مش اكتهادات مني. او اكتهادات من الرجل الخبير قاعد. خبير بورصة قاعد يونك لا ده ينزل هو يعلى. ده فيه اناليز بيتم على هيرز تريف ديتا. ده هو اللي بيقوللي اشتري او بيها. الاناليز ده حاج مضخم جدا يقول. اه لما بنتكلم على تيرة بيتش وديتا وبنعمل عليها اناليز. ده بياخد مني تايمينج علي او. فلما هكذا على تايمينج علي انا محتاج بروسسنج سريع جدا. دي بعض الايه الخاصة دي بتحديل حاجة زي اللي ايه الجيناد. اه كان فيه في اه فا اه في المانيا معامل ناس ديجي تعمل تحديل العينة في المعمل في الكمبيوتر. بتشغل الكمبيوتر وبعد ثلاث ايام تيجي تاخد الهزن. من حجم البروسسنج على الحجم الهيستوري يبدا تاويين. اللي موجود ضخم جدا 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 بياخدني طايمين اللي عالي هو. من هنا زهرت القصة الخاصة بالبرلل بروغرامي او البرلل بروسيسي ان انا عندي كلاستر عندي مجموعة من السيربرز الموجودة. بابدأ اقسم الشغل بتاع عليها. بدل ما اعمل الابليكيشن بتاعي على وان مشين اي ان كان المشين دي بقى ايه? كفائتها ايه? فيها كان مواصفاتها. ففي النهاية هي وان مشين. اوكي? فبدل ما اعمل كده لو عمل عشر تلاثين مشين ابدأ عليهم ايه? اا الديستربيوتو دي بتاعدي. وران البروجرام بداعي يرام على كل المشين زي بعض. بس وليه هنا مشكلة هان. الدي بروبنس اللي هيشتغلوا على الكلاستر. ما عندهمش الخبرة الكافية ان هم يشتغلوا اه يهورد بالكود يشوف بقى الناتوركشن او عامل ازاي ايه بعد ازاي على اي بي ادرس. اا اي اتعامل ازاي مع الوانسينج اا ما بين الاجهزة. فبا اصبح فيه كل ديت من نسباله ايه مجموعة من المشاكل. في اا الفين واربعة اا ظهر اا اا ضيبر شهيرة جدا عاملتها جوجل. بديكلم على كون ست اسمون ماب ريديوس. ماب ريديوس هي باختصار احنا عايزين نسيبليفايد الدنيا للدي بروبنس عشان يقدروا يشتغلوا على البيك داتا الانالسز على الكلاسترين او الخلاوات. دي ما اقولها من شوية. فبديت دقى حجم الديتة الضخمة لديت. عندي مسلا ايه عشرين تيرة ويكو ديتة عايزة عمليها الانالسز. باخد الديتة عطاحها اجزاء. ووزع الاجزاء ديت على على ايه? على 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 عشين جهاز على مين جهاز على ايه? سبيل جهاز. وبعدين ابدأ اكتب عندي. اسمها ماب. هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. اه بتنتنفس على كل مين جهازة. اوكي? وبعدين كل واحدة انه تنضع على ريزلت. تيجي مارشان بيوز تطلع لي بيزلت. ده كلهم تطلع لي ذات الجنال. الكلام ده المفروض انه هو بيتم. انه تشعر في اللي دي حسن جوه. يعني ما انتش عارف والله ده تم ازاي. تكلمه بعض ازاي. انه تقوله عامل ازاي. البروغرامي بشكله عامل ازاي. ليش دعا? انه تكتب كود ازاي تكتب واحدة خاصة. اوكي? فزهر في ده كلمة دفقتنو اربعة ازاي في كونسل ده. الفين وتمانية لقطت ياهو منها ومن ايه? الفكرة. وبدأت عملت اسمه هادوب. كنت سمعتوه كتير دلوقتي هلا بتتكلم. على ليه? عن هادوب. الهادوب هو عبارة عن امبليمنتاشن. اوكي? عنده حتين هكالك برضو بتفصيل علي وده اولي خلص الماب ريديوس. وبعد كان يكلم بتفصيل على ليه? عن الهادوب. الماب ريديوس انا عندي هنا اهم حاجة عندي ان انا بهايط ايه الماشين في الاتا دسترمشن. كل المشاكل اللي كانت بتابلني كان راجل بروغرامر. وانا شغال عالباررل بروغرامر. ايه? عالباررل? خلص. ليش راعبين. اكتب الكود بتاعك زي الكود بتكتبه على ايه? عن السنج الماشين. اوكي? طيب. اه عشان ايه نساح الموضوع هندي اكسامل صغير كده. اللي هو الورد كامل. لو عندك حجم حجمه مثلا عشرة تيرة ويت. وعايز اعرف كل كلمة كررات اتكلم. كل كلمة الكرارات اتكلم. انت كده راجل بروغرامر هتعمل ايه? هتاخد اول كلمة. ومتعدى على الفايل كله شوهه كرات كم مرة ماش كده? وبعدين بترجع تاني تاخد تاني كلمة. ومتعدى على الفايل كله شههه كرات كم مرة هنبدأ نعمل ايه بقى احنا؟ هنبدأ ناخد ده ونبدأ الاول نوزع ده سبسد حتت. اجزال. اوكي؟ ونربي كل جزء منه على ماشين. ايه؟ كده بقى حجم الداتة ايه؟ حجم صغير. بعد كده بيه فاكشن ماب تبدأ تبدأ فاكشن ماب على كل جهاز من دولت تعمل ايه؟ تجمع العدد من الفني. عددها صغير تجمعهم بسرعة مشكلة. وبعدين تتطلع على الريزلت في ما يسمى انترميديت فايل. فايل مشترك ما بين كل ايه؟ الماشين وعضها. وبعدين تيجي فاكشن رديوس تشوف ايه اللي حصل هنا. وتطلع علي ايه؟ الريزلت. فاكشن ماب يقول علي انا بتطلع لها اسمها key value. يعني اهديكم بسهل ايه انا عاندي تكسب المنظر ده. to be or not to be. ايه؟ 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 انا انا عايز اعرف كل كلمة هنا تقريتها ده. فلو ده جزء هتيجي فاكشن ماب تاخد كل كلمة دولت تجد بجمبها one. بتطلع لي حاجة اسمها key value. تطلع لها قيمة ورقم. قيمة ورقم. فاولاها هتقول لي ما تلاقي كلمة حط ايه؟ جمبها one. هتعمل ايه؟ هتقول two one. be one or one not one two one be one. حطت واحد جمب ايه؟ جمب كل كلمة. الخط واللي بعد كده بعمل حاجة اسمها shuffle it. احط كل كلمة شكلة بعضها جمب بعض. مش كده؟ فهيقول ايه؟ be one وراها be one. not one or two two. شايفين؟ كل الفيلمتين جمب بعض ايه؟ ورقة. وبعدين بدأت ايه؟ اجمعهم be one one. not وراها one بس. or one. two one one. كده حصل ايه؟ بقى كل الكلمات موجودة كلمة وموجودة عندها number of ones. عدد ال ones ديه تحتوصوا بس ايه؟ ال count. عدد العدد ايه؟ اللي موجود عندي. تيجي بقى function reduce تقول لي ايه؟ بي دي كرات كمرت عد ال ones دي بس. اوكي؟ الكلام ده بيتم ازاي بقى؟ انا بكتب الفنكشن اللي بتعد والفنكشن ده اللي بتجمع. على الايه؟ على اه على ميت كهز. ايه اللي حصل؟ تكلموا بعض ازاي؟ حصل ازاي؟ في النتورك؟ في النجاح. فاصبح الموضوع اشتغلت مع الديك دادة حجمها ضخمة جدا بدون ايه؟ بدون المبسل ايه؟ اه مبهون كده. يعني مثلا هنا ال input d data a b b c d. بيبدأ بعد كده اجمع تحط b a one b one كل واحدة قراءة one. وبعد كده بعمل shuffling اللي هو بنسميه بيه مبهون كده بعمل shuffling. لذي انحط data لشكل باطه جب ومعضها. ايه؟ فاهي هنا ايه مرة واحدة. b one one. c one. d one. بعد كده يدوسي. ان الله علي من داخل الاول بقى ايه؟ ان هي كرارات مرة واحدة. b ايه مرة واحدة. ايه مرة واحدة. ايه مرة واحدة. ايه؟ ممكن الكلام ده اتعامله in parallel. يعني ايه؟ يعني ممكن اعس مداتها صرصت وصرصت. يعني حجم مداتها ضخمة جدا. اقطعها اربعة حتة وكل حتة كمان ايه؟ اقطعها بلوكس. واشتغل على كل ايه؟ على كل بلوك. بيبقى number of maves. اعمل ده المعمل ماب واحدة اعمل خمسين ماب. كل واحدة عليه؟ على بلوك. حجم البلوك اللي بنشغل عليه في الهدو بيبقى حوالي 64 ميجا بايت. ده حجمة ضخمة بالنسبة اللي هي البلوك. لما هي نشتغل عليها. اوكي؟ عشان انا هنكلم عن دي سيرش. انا بشانس بسيرنا. هايقول دي سيرش ان بدعته. هيكلم ازاي امتميز السيرش داخل دي البلوك. طيب. انا هديكم سامل صغير كده ازاي نكتب فونكشن؟ ما. يعني من اللي. من اللي. من اللي. الوقات البرمجة اللي انتو درستوها. لو اننا عندي مسلا. برنامج زي كده. البرنامج ده عنده قرية. وبيضرب كل عصر قرية. في اثنين. برنامج مش اي حاجة. القرية دي انا بعتبرها هي لاتة بتاعتي. اوكي؟ طب لو اننا عندي قرية فيها مسلا مليون رقم. وعايز اضرب كل عنصر في ايه؟ في اثنين. هتعملوها زي؟ هتعملو لوب. مش كده؟ يعاد تعليم كل يوم؟ اضرب اثنين اضرب اثنين اضرب اثنين اضرب اثنين اضرب اثنين اضرب اثنين. يعاد على ليه؟ عددها كلها. طب ايه رايك لو اقطعنا الريدي حدد؟ اوكي؟ وخلينا كل جهاز يضرب الهندة الصغيرة ديه فين؟ في اثنين. يبقى ايه رخبارة الطائمينج عندك؟ شي كده؟ طائم. هنا فين فين الفانكشن اللي قدر عملها ماب هنا؟ بالتأكيد مش اللوك. ها؟ فانكشن ماد اللي احنا اندفعنا عليها اللي هي هتتنفذ على كل الايه؟ على كل الاريين. دي الاريين دعتي مثلا جزء الاريين هو اين واربعة وستة. دي الفانكشن. الاف اي بتساوي اف اي؟ واضروها فين؟ هي دي اللي انا هاخدها هكتبها كاية. كمان. دي اللي هتتنفذ فين؟ مش كده؟ طيب دي هبقالها انبوت ايه؟ دي عبارة عن فانكشن اف اي اف او اي. يعني هتخشينها ايه؟ سافست اف ار ايه؟ صح؟ وطلع لي ليه؟ الناتج. ايه. هيبقى في النهاية عندي فانكشن كده. فانكشن اسمها ماب. الفانكشن ديت بايه؟ بتاخد مني امبوت. ويجري بتلترني. الامبوت دي مضروب فين؟ في الناتج. اوكي؟ دي فانكشن ماب. طب لو انا عايز اعمل رديوز. رديوز. يعني هنا دفعنا اللي لاحزنا ان ماب دايمان بتتعمل على صرف صوف داتا مش كده؟ وبتتعمل على كل عمص وناصر الداتا. رديوز التامري بقى بتجمع رديوز كده. بتجمع رديوز. يعني لو انا قلت لك. عايز اجمع الريس كلها. على بعضها. هايز المجموع الريس. ممكن نبقى فيها رديوز. اه؟ لانا تاخد العايز داتا كلها موجود عشان يبدأ ابدأ ايه؟ ابدأ جمعها. فين رديوز هي عملية ديه؟ عملية دي الجامعين. اوكي؟ بعد نفس الكلام يبقى عندي فانشن. بتاخد ايه؟ بتاخد مني عصرين ونجد لليه؟ المجموع بتاعه. يبقى لو انا فوق كارد بقى بطريقة مختلفة عدا اله ايه 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 اتعلمناه. انا عمل الشغل اللي هو بي مع شغل. تاجرد جميل جدا مع حكم داتا صغير. لكن لو عندك حكم داتا هيودش. ضخمة. نتكلم بقى في فوق التيرابيتس. اصبحت البروغام التوليت وتتسخدموها او التكنيك سليت وتتسخدموها كادي بوربر اه يعني البرنامج نفسه بياخد تايمينج عالي جدا اشترك ليه? انه لازم بتاعك. فلازم تبدأ تغير فكرك. اوكي? وتحول تحول تفكيرك لماب ريديوس. ازاي احب اكتب فانكشن بس. فانكشن مال وفانكشن ايه? ريديوس. الماب بتتم على صفصة افدادة. وريديوس بتجمع ليه? الريزل. الريزل. اوكي. طيب لو انا عايز اشوف. يعني ده لو انا بشتغل كبروغراميج عادي. طيب لو انا بشتغل اسي يوال. حد خد داتا بيز. يمي. بس دول خدوا داتا بيز. طيب. اوكي. عندي مسلا نضوم لزايديت. انا عايز اسيلكت. الوردر كي والشبين بريوردي. وعايز اجيب السمميشن. اوكي. ليه الا استيندد برايس. فروم تو تيبلز. يبقى انا عايز اعمل جوين. بتوين. تو تيبلز. اوكي. وبعدين عايز اعمل كمان. يعني. عايز اعمل يعني. عايز اعمل. طيب. عملية الجوين. الجوين يعني. يعني لو عندي جدورين. مثلا سي عندي جدور دي بارتنت وجدورين. وعايز اعرف انهم موصف. اشتبق بدي قصر. اللي بيحصل ايه? باخد الموصف الاولاني وعدي على جدور الاخسر كلهم. هشوف له الراجل ده موجود. فاني قصر. وبعدين اخد الموصف اللي باعده. طيب. اخيل لو انت عندك الجدور الواحد في الف رو بس. الف رو بس. في جدولين. يبقى انت محتاج كم اوبريشن. الف في الف. عشان ممسك الاولاني وبعد عليه بله. والتاني يبقى انت محتاج كم اوبريشن. مليون اوبريشن. ده انا بتكلم في الف ريكورد بس. طب تعال احنا عندنا في المصرية الانتصالات. مصرية الانتصالات عندها تيبل كل يوم يوميا. بيخش عليه سبعمائة وامسين الف ريكورد. طبع على مكالمات القرار الكوبرى بس. عن مكالمات القرار الكوبرى بس. طبع مليون مكالمة في اليوم. جيت ده جدول. تعالنا بقى عميري جويل مع جدول داني. عجل جدول ممكن في خلال فترة ابن حسبة شهرية الاحبج رأي تنة شجور ممكن توصي لستين مليون ريكورد. ستين مليون في عشان ضراج جدول داني. مثلا شو حاجة لوجريشة بتعجيله شوية شكله عامل زي? حاجة ضخمة جدا. اوكي? عندنا هنا ان شاء اضاف في قلب الوربشوب مجموعة من السيشن. احن نكلم على المشاكل. لان في مجموعة من السيشن. ايه? 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 فيه ابحاثة عمل لسي. عشان بقى ليه اللي تايم ده? وانحن ليه المشاكل اللي هي موجودة قريلي في ده ده وحنا هنا. اه بعض المشاكل. طبعا المشاكل مفتوح. لا طبعا طبعا. ايه بقى بعض المشاكل. اه طيب. نشوف الجملة زي كده عشان نفرسها بالمال هنفرسها ازاي? هبدأ ايه? دول عندي تلاتة مشين. حوز عليهم. تلاتة مشين بس. ايه? عندي جدول ايه? جدول او جدول او. هبدأ جدول او اقطعه تلات هدف. جزء هنا جزء هنا جزء هنا جدول او جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هنا جزء هنا. كزا ما عنديش الجدول كله. عندي صفصة طفية. طيب. اول حاجة اقول لك طيب هو انت ليه مش انت ايه اللي اعمل لجولي بديكت وليه. بس انت هو انت بتعمل لجولي قلتلي عندي قلتلي انا عايز الموظف اقلني يقصد مش فيها. بس قلتلي للموظفين اللي بياخدوا بردها بكتر عشان تليه. صح? طب هو ليه اعمل لجول لكل الموظفين اللي بيحصل فيها ايه. بياخد الموظف معقول يجيبه فينا حتى. وبعد ان اجيب كل موظف فيه. بيشوف فيه الموظفين اللي بياخدوا عشان تليه في ملاقيه. مش كده? بعد ما يكون عامل لبلهودروبريشد. مش كده? لأنا من الاول اروح اعدي على الجزء ده مين يعمل هنا اللي بيه بضع الف المينة. هو اللي ايه? اللي يطلع معي. ايه? هنا مين يعمل اللي يطلع هنا. ايه? يبقى انا قلت تحكم الدادة اللي هعمل عليها ايه? جولي. في الجدال. وبعد ايه? عايز اعمل جولي. الجميل. هلين في اعمل جوين? بالناتج بتاع الماعدة هنا ايه? يعني ايه? خلي شوية تريكول بجاد والده وشوية تريكول بجاد والده. هلين في اعمل بينهم جوين? جوين يعني ايه? مامسك ده وعد عليه ودور ادور وهو موجود فيه البناء حتى الاني. مش كده? يعني مامسك الموظف وشوف وهو موجود زالي خصم. مقدارش عامل جوين هنا لان اللي موجود سبستوف دادة. صح? بجدادة كلها. ما انا ممكن ادور على الراجل ده في الاخسام اللي موجودة مالقومش. ليه? لان القزم اللي هو فيه موجود على مكنة تانية خاطف. على ايه? على جهاز ده. اذا صعب ان انا ادعنا جوين من سبستوف دادة. فبيد ده يعملوا حاجة اسمها شوفلينج. شوفلينج او برتاجين يقول لك انا مكانة ليه? التالتة. كده طبعا ان الموظفين باقسامهم وراحوا عليه? على نفس المكانة. هي المشكلة اللي كانت مقابليني ان السبستوف دادة هنا بالشرط يكون نفس بتاعتها هنا. هنا عندي شوية موظفين وشوية اقسام. بس بالشرط الموظفين دوبتوا نفس الاخسام دي. مش كده? لما عملت شوفلينج او برتاجيني. اصبح حصل ايه عندي? حصل ان ايه? ان بات. ان الموظفين الاخسام موجودة ايه? نفس المكان. احنا بس عمل لها صورتي عشان يبقى ورا بعض. كده? اعمل ايه? صورتي. بعد كده رديوز بقت كل يبقى مفلانج وفلانج 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 وفلانج. يبقى انا كده عملت ايه? الجل. يبقى عندي ماب شوفل صورت رديوز. دي ما سميها ماب جوب. عشان نعمل برنامج انا اعمل ده. حتترك لفنكشن ماب. كده لي دادة. فانكشن شافل. تبعت الدياتا او تراتيشن دي. تراتيشن الدياتا. وفانكشن سورت وفانكشن ديوز. كذلك نفس الكلام عشان اقدر اعمل الصم. اجيب جروب باي وصم. اجيب مجموع بقى مرتبات الناس دي. اجمع. برضو بعمل ماب الديوز ايه? فانكشن. وبعد كده في الناس بقى تقوله فيها. طب منظونا صعباوي. ده انا كنت زمان في اس جول انا مكتب اس جول. وطلع لين اجيب. انت بجيب دلوقتي تقولي بقى اعمل لي فانكشن ماب وعمل لي شافلينج وقد اعمل لي سورتينج وقد اعمل لي. عشان اطلع على الداخل من ريزة بتاع. اه اه ايه انت بقى اسرع بالتأكيد. يعني انت بتشارع العصاب ستوف ده هتبشترك. وبالتأكيد انت مجد نكتب بره البرجرامي. مبنكش لعب السوكت ومبنكش لعب ايه? بالناتور ومبنكش لعب الكلام ده كله. ولكن استيل انا كدي بولورت المضوع بقى صعب بالنسباني. فظهر بروشت اسمه الهايف. بروشت الهايف ده بيعمل ايه? بياخد منك كويري. وهو يترجمه الماب الديوز. تكتب له اللي بتاعدي اللي انت عايزم هو بقى يعمل الماب وشاف الكلام ده بل الماكش دعو بيبقى انت منكتبش حاجة. تكتب اللي انت كنت متعود عليه. واحنا هنقسك واحنا هنعمل كل الكلام ده كله. الهايف في بعض المشاكل. اوكي? يعني لما تعمل ده ما يدرش يغطي كل ليه? كل الكويرز اللي ممكن تعمل في ايه? في الاسي كويرل. عندنا ما شاهد لازم هو زي عاملة اه شغالة في بحس وهي نتكلم عنه. بتقول ازاي هي بتخلي الهايف ده يشتغل مع الادفانسة اسي كويرل اللي هو بصنا مع الاشتابورت. اوكي? ان شاء الله في زين بتاعتها نبص عليه. الهادوب. طبعا هدوب احنا قلنا بدأ الفين وتمانية اللي بيتشن فعلي بتاعه. فالفين وعشرة بدأ استخدام الفيس بوك لليه? للهادوب وده اللي خلاه ينتشر بشكل بيديده هو اوبن سورس. الهادوب اللي كان بتاع المانيا كان على حاجة اسمها ستاتوس فير. ستاتوس فير زي الهادوب. برضو بيطبق نفس ليه? الكونس. بديديره الده ده. بديديره الكود بداعك وابده هو ايه? يشتغل ويستير من غير متى ديه. تشغل مالك اللي هي بجزء ده. من اللي بيشتغل بالهادوب? امازون فيسبوك جوجل اي بي ام آآ ياهو كل هولا ديه. بيستخدموا اللي ايه? الهادوب في الاناليسيز اللي بيديده. انت بتخيل حجم الفيسبوك ده ده شكله عامل ازاي? بتلاقي انت كده حضر ده كده يقول لك ايه? مش كده? ممكن دول يبواز ده جبا. ايه ده ايه ده كان معيه في سنوية? آآ جابوا ازاي? جابوا عن طريق ان هو عامل اناليسيز الهيستري او ده ده. مش كده? عشان ترعب لاخد ويقولك دول ممكن دي ريه بكون تعلم وابا كده. طب تخيل حجم الاناليسيز لحجم الده اللي موجودة في الهادوب كادية. ملايين البشر وكل واحد عمال يبوزت وكل واحد عمال يختار وكل واحد عنده كل واحد بيعمل اناليس ده لكل شخص. فمش هيقدر يعمل ده. بترديشنال ليه? ويه? لازم يستخدم ايه? آآ بيج ده ده دورش جديدة اللي هي الهادوب عشان يدعي تنضع ليه. ريزة اللي موجودة. الها الياهو آآ هادوب اللي هو شخيان تلوقتي آآ عندنا لكل راك اربين نوت. اخيها راك. راك ده عرار عن زي. زي دولاب كده في مقموعة من ايه? من السيرفرز متشيبوها تجوها بتنزيل روش على السلوء ايه? بسوك هتلاقي كده سلطة ريك. راك كده برعة زي دولاب ومليار ايه. ايه بسوك شخي الراك بتاع المكتاب. هحاقب له مسئولة الوقت. شخي الراك بتاع المكتاب اللي بحتيه في الكودو. اكي? عندي اربعين نوت بكل راك. يعني كل دولاب دولاسي اربعين سيرفر. اربعين سيرفر. اوكي? الكلاستر كله من حوالي الف لاربع تلافي نوت. اه. البندو هتس بتاعتي هو ان جيجا ايه. اه بايت بلسكند. اه. موصفات النوت كل جهاز فيه تمانية بروسيسور. كل بروسيسور اتنين ايه? جيجا هتس. كل جهاز تمانية جيجا رام. وكل جهاز فيه اربعة دسكات كل ايه? اه اربعة دسكات كل دسك تيرا وايت. يعني اربعة تيرا وايت لكل جهاز. طبعا حاجم ضخم جدا. هتكلم على كل جهاز اربعة تيرا وايت. وهو بيقول لك ان عندي اربعة تلاف دهاز. معنى? ده شكل ايه? الهدو كلاستر. ده شكل الرايكة. شايفين ده? دول يبدأ ده سيرفر ده سيرفر ده سيرفر ده سيرفر ده سيرفر وحاجز. اوكي? بدأ بدأ دخل داتا بتاعتك اي ان كان حجمها. ارمي على كل النوت سيدية كلها لحجم داتا. ابدأ اران التسكي بتاعتك. موكي? طلعت الريزلت بسرعة عشر ده 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 نقدر ايه اناليز ليه? الداتا ليه? اللي موجودة. ده بيشتمل على فايل اسمه اه اه او جوجل ليه? اه جوجل فايل سيستم جيف اس. اه جوجل فايل سيستم ظهر برضه في الفين واربع. اه بياخد منك الداة. هو المسؤول على توزيحها على هادو بيستخد نفس الهدو بيستخد نفس الهدو بس بيعمل عليه مابريدوس انجين. بيبدأ يشتغل عليه على المابريدوس. اوكي? اه جوجل فايل سيستم اعتمد على سنترالايزد اه نيم نوت في سيرفر اساسي هو اللي شايل الاندكس الخاص بليه? بالداتا بتاعتي وتاع بيعمل لي. يعمل لي ايه? ها? يعني يكون عندي سنترالايزد سيرفر عليه الاندكس بتاعتي. ايه اللي يحصل فيه? بالزبط كده هدول في عندي هنا ايه? كل الناس راح على ده فحصل اللي هنا ايه? بعدين بيسميه كمان. يعني ايه? يعني الجهاز ده يوقع كل حاجة. صح? لان هو اللي شايل اللي ايه? الباية تاعي. اه في بحث اه اه مشترك مع دكتور هيسن. اه كنا نشرنا في اي تريبل ايه في فرنسا. اه بيكلم على كوسي اس اس او الاندولوجي اه كلاود ستوريج سيستم. بيحاول يحل مشكلة اللي ايه? البوت النيك الخاصة باليه بالجوجل فايل سيستم. ولو في فرصة ايه هنبتكلم عندي. ايه? طيب اللي طبعا في حتة اخيرة اتكلم عليها ان جوجل فايل سيستم هو ده كتب تحصل جوجل. لما دوم اياه يعملوا الهادوك. فجوجل قدت لهم انتم اخدين فجرتنا وعملتوها وبعدين انتجحتوا وبعدتوها الفيسبوك وبيعتوها اغنية طب احنا اه فين احنا. احنا احنا بدل ما نسميه جوجل فايل سيستم هنسميه هادوك ديستوبيوت فايل سيستم. ايش دي بس بتاعنا او اسي دي. انما هو هو نفس التكنولوجي هي هي هي. هو بس اغيروا المساميات بقى بدل ما عنده الماستر نود هنا بقى اسمه نيم نود هنا. بدل اسمها شرك سيرفر اسمها ايه? ده نود. وخلاص بقى اتجدعنا بلا تزاعنا بسك. واسموه ايه اه ايش جي في اس او هادوك ديستوبيوت ال ايه? انا عادة هتخلص بس 5 مينتز بالزبط. هكلم بسرعة على ليه? على الكلام.